فكرة الغاء كرة السنة رغم وجود ملع المالية يمكن بعد واحد من الأدلة اليوم نتكلم عنها متعب الحربي اليوم نتكلم على صفقة راح تكون صفقة مدوية جدا في مبلغها المالية إذا ما تمت والله شوف يا أبو خالد على طاري الحديث عن صفقة متعب الحربي إلى ما قبل دخولي للبرنامج حسب مصادر الشخصية كان هناك اتصالات رفيعة المستوى ما بين الجانبين الهلالي والشبابي من أجل إتمام الصفقة الصفقة منتهية مش منتهية منتهية بالكامل ولكن تنتظر موافقة لجنة الاستدامة المالية بمعنى توافق فيه نادي الشباب أنا عبر برنامج بره 18 إدارة نادي الشباب أرفع عقالي تحية وتقدير لهم لسبب واحد تعاملت بذكاء موقع النظير من أجل تحقيق مصالح ناديها واستخدمت صفقة متعب الحربي ذريعة من أجل إتمام الصفقات اليوم عبر بره 18 هناك صفقتين من العيار الثقيل صفقات أجنبية لنادي الشباب ستكون حديث الوسط الرياضي مدافع سوبرستار سيكون إضافة للدوري ولمشروع ولينادي الشباب سيكون حديث الشارع الرياضي أيضا هناك صفقة أجنبية طرف أيمن لا يقل عن المدافع متفقيم معاهم نادي الشباب مخلصين بانتظار التوقيع ربطها وافقتوا يا لجنة الاستدامة على توقيعنا مع الصفقتين حق المحترفين الأجانب نحن نوافق على صفقة متعب الحربي ما صحت لجنة الاستدامة في نادي الهلال طيبين علشان يوافق على السود علشان يوافق على السود واضح فاستغلال إدارة نادي الشباب يا شيخ أرفع قالي مرة ومرتين وثلاث جتهم على طبق من ذهب واستخدموها يعني بذكاء بذكاء واحترافين كبيرة ما فهمت كثير واش اللي ما فهمت وافقوا يا لجنة الاستدامة المالية من أجل أن ننهي صفقة متعب الحربي لنادي الهلال وافقوا على الصفقتين الأجنبية نحن نموّلها من صفقة متعب الحربي وافقوا كرقم وافقوا كرقم وكتسهيل أنه عندنا اليوم سيولة مالدية بتجينا من خلال بي من خلال؟ نعم عشان سيصير ربط واب نعم